بسم الله الرحمن الرحيم التناسب المتسلسل يعني ايه يعني هو تناسب بس التناسب كان بيبقى مثلا ما بين اربع قيم بنقول بقى الحد الاول على الحد التاني بيساوي الحد التالت على الحد الرابع طب هو هنا مديني تلات قيم بيقول لي ازا كان واحد واثنين واربعة كميات متناسب طب ازاي بقى قول الحد اول على الحد تاني وتالت على رابع وهو مديني تلات حدود بس يبقى الحد اللي في النص بنقول عليه ان هو حد متكرر يبقى الرقم اللي في النص اللي هو الاتنين متكررة يبقى هو كأنه عبارة عن حدين في واحد اتنين في واحد الاتنين دي كانها متكررة يبقى كانها واحد واتنين واتنين واربعة يبقى هقول واحد على اتنين هتساوي اتنين على اربعة يبقى كان الترتيب كده الاربع قيمة اللي مديهم لواحد واتنين واتنين واربعة يبقى كان الاتنين دي متكررة مرتين ده بنسميه تناسب متسلسل فيه الحد اللي في النص متكرر مرتين. هو هيجيب لي تلات حدود يقول لي ان هي كميات متناسبة اعرف على طول الحد اللي في النص ده متكرر مرتين. بقول لي واحد على اتنين هتساوي اتنين على اربعة. يبقى لشكل ده اسمه تناسب متسلسل. طيب هو بيقول لي بقى علشان اجيب الحد اللي في النص لو هو مسلا مديني القيمة اللي في النص دي اكس او سين. حاجة مش معروفة. اجيب السين ديت ازاي? اجيب ازاي الحد الاوسط? اللي هو اللي في النص اللي هو الحد المتكرر ده. يتجاب ازاي? برضو عن طريق طرفين في الوسطين. بص كده. واحد في اربعة باربعة واتنين في اتنين. هتديني ايه? اربعة برضو نفس الحكاية. يبقى علشان اجيب القيمة اللي هي اللي في النص اللي انا هفترض ان هي مش عارفها اللي هي اللي اتنين ديت. هفترض ان هي بسين. يبقى بضرب. الحدين التانين اللي هم الاولاني والاخراني. عشان اجيب الحد اللي في النص هضرب الاتنين اللي في الاول وفي الاخر. واحد في الاربعة. تحت الجزر. يبقى هضربهم وحطهم تحت الجزر. يبقى. علشان اجيب الحد الاوسط او الوسط المتناسب. الحد اللي في النص ده اسمه الوسط المتناسب. هعمل ايه? جزر التربيعي طبعا موجب او سالب. طبعا ما حطيت جزر التربيعي على طول موجب او سالب. موجب او سالب الجزر التربيعي لواحد في اربعة. للحد الاول في الحد الرابع. علشان اجيب الحد اللي النص اللي هو اسمه الوسط المتناسب موجب او سالب الجزر التربيعي للاول في الاخير الحد الاول في الحد الاخير طيب مسألة تجيلي ازاي وجد الوسط المتناسب ما بين التلاتة والسبعة جاب لي الحدين الاول والاخير وعايز اللي في النص اللي في النص يتجاب ازاي موجب او سالب جزر التربيعي تلاتة في السبعة وعشرين الحدين اللي متهم الاولاني والاخراني بيتضربوا في بعض تحت الجزر. يبقى موجب او سالب جزر التربيعي. تلاتة في سبعة وعشرين. الحد الاول في الحد الاخير. كنا مدكر له هيديني موجب او سالب تسعة. اتفقنا ليه موجب او سالب دايما مع الجزر لازم في عندي بيطلع تحت الجزر كمتين. موجب تحت من الكمتين يعني موجب او سالب. ناخد بقى المسائل اللي هي اللي بتيجي يعني في الامتحان. ازا كان الف وبه وجيم ودال في تناسب متسلسل الله. متسلسل ازاي? واحنا متفقين ان احنا في التناسب المتسلسل بيبقى القيم اللي في النص متكررة. ومديني اربع قيم هنا. يبقى معنى كده ايه? معنى كده ان القيم اللي في النص اللي هم البيه والجيم متكررين. يبقى انا عندي اتنين بيه واتنين جيم. مفهومة طالما قال لي مش تناسب بس تناسب متسلسل. اللي في النص متكرر. يبقى البيه متكرارة مرتين. الجيم متكرارة مرتين. يبقى كأن الف على بيه. هتساوي بيه على جيم. هتساوي جيم على دال. يبقى البيه اتكرارت مرتين. والجيم اتكرارت هنا مرتين. يبقى كأن عندي تلت نسب متنسبة. يبقى النسبة الاولى هي الالف على البيه والتانية بيه على الجيم والتالتة جيم على دال. مش عندي نسبتين هنا بس الالف على بيها بيساوي جيم على دال. لأ عندي تلات نسب. ليه لان طبعا ما قال ليه متسلسل كلمة متسلسل معناها القيمة الفنص متكررة. تبقى قيمة واحدة تبقى قيمتين تبقى تلاتة تبقى عشرة بكرر كل الايه الاعداد الفنص اللي هيديه. طيب. بعمل ايه بقى لما يبقى عندي تلات نسب متساوية. التناسب هنا ما بين تلات نسب جو ما بين نسبتين. يبقى باستخدم انهي قانون. يبقى على طول. باخد التلات نسب دول بساويهم بميم. وهقول الالف هتساوي ايه? ميم في البيه. يعني كأن بحط ايدي على النسبتين التانية والتالتة دي ما ليه جعوا به. يبقى على طول نسبة الاولى هتبقى كأن العلاقة بقى ما بين البصل والمقام. يبقى الف بتساوي ميم في به. النسبة التانية يبقى هحط ايدي على الاولى والتالتة ما ليه جعوا به. يبقى البيه بتساوي ميم في الجيم. اللي هي المقام اللي تحتها. النسبة التالتة الجيم هتساوي ايه? ميم في الدال. يبقى كل بسط علاقته بالمقام اللي تحته. يبقى الالف في المقام اللي تحته. اللي هي البي. البي ميم في المقام اللي هو الجيم. الجيم ميم في الايه في المقام اللي تحته اللي هو الدال. يبقى ميم في دال. طيب بصلي كده على اخر حاجة. جيم بتساوي ميم دال. طيب هيفوق بيقول لي بي بتساوي ميم في جيم. طيب انا ممكن اشيل الجيم واعود عن الكيمة بتاعتها اللي هي ميم دال. في الايه? في اللي في النص. في البيه. يبقى البيه بتساوي ميم جيم. هشيل الجيم ونحطها بميم دال. يبقى ميم في جيم كأنها ميم في ميم دال. اللي هاتي ديني ميم تربيع دال. طب ما هي البيه برضو متكرارة فوق وتحت. في المعادلة الاولى والمعادلة التانية. كل الكلام ده في الجزء اللي في الاحمر اللي هو في الهامش في الاخر ده. البيه جبتها بميم تربيع دال. طب ما انا هشيل الكيمة بتاعت البيه من فوق في اول معادلة وحطها بميم تربيع دال. يبقى الالف اللي هي بميم به يبقى انها ميم في ميم تربيع دال اللي هي تديني ميم تكعيب دال. ليه عملت الكلام ده كله? علشان اجيب الثلاث معادلات كلهم في الميم والدال. يبقاش بقى عندي ميم وبه وميم وجيم وميم ودال عندي كزا رمز. لا. يبقى كلهم في الايه? في المتغير دال بس. يبقى الالف بميم تكعيب دال. البيه بميم تربيع دال. والجيم بميم دال. يبقى هعوض عن قيمة الالف او البيه او الجيم كلهم بايه? بميم دال ميم تربيع دال ميم تكعيب دال. المهم ان كلهم هيبقوا في الميم والدال. اتفقنا? كده بقى هناخد الطرف الايمن. اول حاجة البيه ناقص جيم دال ده البسط. البيه. الالف بميم تكعيب دال. في البيه بميم تربيع دال. ناقص جيم في دال. هعوض عن الجيم بميم دال. في دال يبقى ميم دال في دال. مفهومة قدي البسط. انا بعوض في ايه? في الثلاث معادلات اللي باللون الاحمر دولي. الالف جبتها خلاص بميم تكعيب دال والبه بميم تربيع دال والجيم بميم دال. خلاص بعوض بقى عن القيم دي. خلصنا البسط المقام. المقام ببه تربيع ناقص جيم تربيع. تربيع عادة اوباب كام? البيه لوحدها بميم تربيع دال. يبقى ياخد الميم تربيع دال كلها تربية. ناقص الجيم تربيع. الجيم بميم دال. يبقى الجيم تربيع بميم دال لكل تربيع. انا مختصرتش لسا لحد دلوقتنا بس بعوض عن القيم. يبقى ما بين كوصين كل تربيع لان هي بها تربيع. الجيم بميم دال خدتها ما بين كسين تربيع. ماشي دى المقام. نقتصر بقا. ميم تكعيب دال في ميم تربيع دال. ده اول حاجة في المقام في البص عند تي. يبقى ال мيم تكعيب في ميم تربيع. فحالة الضرب بنجمع الاسس يبقى ميم قص خمسة. دال في دال دال قص واحد في دال قص واحد بدال قص اتنين او دال تربيع. ناقص. ميم دال فدال. الميم تنزل زي ما هي ودال في دال بدال تربيع. طب تحت ميم تربيع دال الكل تربيع. يبقى ان الميم تربيع خد التربيع تاني. ميم تربيع تربيع. يبقى ان الميم قصة اربعة. يبقى الاتنين كأنها ضربت في اتنين. والدال تاخد التربيع. يبقى ميم قصة اربعة دال تربيع. نقص. ميم دال الكل تربيع. يبقى الميم هتاخد التربيع والدال هتاخد تربيع. يبقى ميم تربيع دال تربيع. خلصنا كده. نبدأ برضو لسه هنكمل عمليات الاقتصار. بصي ليه على البسط. في ايه عوامل مشتركة? ميم قص خمسة والحد التاني ميم بس. يبقى بياخد اقل ايه اقل آآ قصة عندي اللي هو ميم قص واحد. يبقى خدت ميم قص واحد عامل مشترك. طب ده التربيع في الحد الاول وده التربيع في الحد التاني يبقى هاخد الدال التربيع عامل مشترك. ده من البسط. طب المقام ميم قص ميم قص اتنين. يبقى هاخد الميم قص اتنين. اللي هو اقل ايه? اقل بسط. ميم قص اتنين. عامل مشترك. وده التربيع وده التربيع. يبقى هاخد الدال التربيع برضو ايه? عامل مشترك. يبقى انا خدت من فوق من البسط. ميم دال تربيع. طب. نطلع برا كده ميم دال تربيع. يبقى نفتح قوس. خدت ميم من الايه? من الخمسة ميم اللي في الاول. يتبقى ميم والصربعة. خدت واحدة ميم من الايه من الخمسة. يتبقى ايه? ميم والصربعة. وخدت دل تربيع خلاص يبقى شطبنا عليها. ناقص. خدت الميم. يبقى ايه? يتبقى واحد. شطبت على الميم وشطبت على دل تربيع. يبقى ناقص ايه? واحد. طيب. تحت. خدت ميم تربيع دل تربيع. يبقى الاول. خدت الميم تربيع. من اربعة ميم. خدت اتنين من اربعة. يتبقى ايه? يبقى اتبقى ميم تربية. بقى اتبقى اتنين. وخدت الدل تربية. يبقى ايه? هتتشتب. يبقى انها ميم تربية بس. ناقص. خدت الميم تربية والدل تربية. من الحد التاني. خدتهم للاتنين. يبقى يتشتبوا ويبقى ناقص واحد. طيب. نبتدي نختصر بقى. في عندي ميم مع الميم. هختصرهم مع بعض. في ميم فوق وتحت فيه ميم تربيع هاخد واحدة من الاتنين. يبقى اختصرت ميم مع الميم والده التربيع راح اتبعدل تربيع. يتبقى ايه? يتبقى من تحت ميم بس. فوق ميم قС اربعة نقس واحد وتحت ميم تربيع نقس واحد. نختصر. الميم قص اربعة نقس واحد زي نفق كوس ايه تربية. ميم قص اربعة نقس واحد. نفكه ازاي? يبقى باخد الجزر التربيعي للحد الاول هو الميم قصة اربعة تحت الجزر التربيع يبقى ميم تربيع الحد التاني تحت الجزر التربيع بواحد يبقى انها ميم تربيع ناقص واحد مرة وزائد واحد مرة يبقى ميم تربيع ناقص واحد في ميم تربيع زائد واحد وتحت اتفقنا هيبقى ميم في الكوس ميم تربيع ناقص واحد قدر اختصر بقى الكوس اللي فوق اللي هو ميم تربيع ناقص واحد مع ميم تربيع ناقص واحد يتبقى لي ميم تربيع زائد واحد على ميم في المقام. كل ده الطرف الايمن. وعليش هي مسألة طويلة شوية? هي كلها بس اختصارات. يعني هو كل اللي فيها ان انا ازاي بس اجيب قيم الالف والبيه والجيم والدال عن طريق المعادلة الاولية هيكة باللون العمر. اللي هم التلات معادلة. بعد كده خلاص الدنيا كلها بتحل بتبقى مسألة اختصارات. كده خلصنا الطرف الايمن وطلع بميم تربيع زائد واحد على ميم اللي هو اللي باللون اللي اخدر ده. طيب عايزين بقى نختصر الطرف الايسر. ده هيبقى اسهل شوية. الف زائد جيم على بيه. ادي الطرف الايسر هون. هاخدوا اختصروا. الالف بكام من التلات معادلات الحمر هون. الالف بميم تكعيب دال يبقى هنشيل الالف ونحط ميم تكعيب دال. زائد الجيم بكام بميم دال. يبقى زائد ميم دال. على البيه. البيه بكام المعادلة اللي في النص بميم تربيع دال. نختصر. فوق لقيت ان في ميم عامل مشترك. ودال خدت ميم واحدة من التلاتة يتبقى ميم تربيع. وخدت الدال خلاص. زاد. خدت الميم وخدت الدال. يتبقى ايه? واحد. على. تحت ميم تربيع دال زي ما هي. نختصر بقى. في فوق ميم وتحت ميم تربيع. يبقى اختصر ميم واحدة مع واحدة ميم من الاتنين اللي تحت. والدال مع الدال. يتبقى ايه? يتبقى من فوق ميم تربيع زائد واحد وتحت ميم لأن احنا اختصرنا ميم واحدة من فوق مع ميم واحدة من الاتنين اللي تحت يتبقى من تحت ميم يبقى فوق ميم تربيع زائد واحد وتحت المقام بميم لقيت ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر بيساوي ميم تربيع زائد واحد على ميم